موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسيم كثيرا إلى يوم الدين أما بعد نبتدأ حديثنا عن علم متشابه القرآن الكريم هذا العلم المهم والذي ابتدأ الحديث عنه في القرن الثاني الإمام الكسائي بكتاب عظيم هو متشابه القرآن ثم تتابع العلماء بعد ذلك في الحديث عن علم متشابه هذا العلم علم مهم كما ذكرت لكم وفي هذه الدقاق سنتحدث بإذن الله عز وجل عن مقدمة وبعض التنبيهات المهمة حول هذا العلم عرف علم متشابه الشيخ محمد طلح بلال منيار في كتابه إعانة حفاظ فقال هي الآيات المكررات في اللفظ بسياقها أو مع إبدال الآيات قيد يخرج غير القرآن والمكررات أي المتشابهات في اللفظ يخرج المتشابه المعنوي بسياقها أو مع إبدال أي الآيات متطابقة أو ما كان فيها تقديم أو تأخير أو زيادة زيادة حرف أو كلمة أو نقصان ذلك كما سيأتي معنا بعد قليل كما ذكرت لكم هذا العلم علم مهم جداً وكثير من الحفظة يخطئ وغالب خطأه يكون في الآيات المتشابهة فسنتحدث عن هذه القواعد المهمة التي تعين الحافظ بإذن الله عز وجل إلى ضبط كتاب الله عز وجل لكن هنا تنبيهات يحسن بنا أن نتحدث عنها التنبيه الأول أن مما يعين على حفظ كتاب الله عز وجل الإخلاص لله عز وجل في حفظه فإن الإنسان المخلص يوفقه الله عز وجل ويعينه ويسدده ولذلك الإخلاص في حفظ كتاب الله عز وجل يرقى بالإنسان درجات كما في الحديث اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها وأيضاً عدم الإخلاص لله عز وجل في الحفظ يهبط بالإنسان درجات ودركات يهبط بالإنسان دركات ودركات كما ورد في الحديث أول من تسعر بهم النار ثلاثة وذكر منهم الإنسان الذي قرأ القرآن ليقال قال ثانياً مما يحسن بحفظ القرآن الكريم كثرة مراجعة فما تكرر تقرر وبالتالي نحن نطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح تعاهد القرآن وهنا ثنبيهات أيضاً ينبغي لكل حافظ أن يتنبه لها أولاً أن التشابه بين الحفظة والإشكال أمر نسبي فيختلف من شخص لآخر وبالتالي لا ينبغي أن نقرر قاعدة فيه موضع معين قد تكون سهلة يسيرة عند الآخرين وإنما نحن نحاول أن نبسط هذا العلم وأن يكون هذا العلم وسيلة بحيث أن الحافظ يستفيد منه في ضبط كتاب الله عز وجل الأمر الثاني من التنبيهات المهمة تعدد القواعد هناك طرق لضبط كتاب الله عز وجل سنتحدث عنها بإذن الله عز وجل مستقبلاً هذه الطرق معينة ومعينة جداً وبالتالي إذا حفظ الإنسان وتعرف على هذه القواعد وطبق هذه القواعد كلما أكثر من هذه القواعد بإذن الله عز وجل سيوقع الخطأ وبالتالي ينبغي الإنسان أن يحرص جداً على أن يعرف الطرق المختلفة في ضبط كتاب الله عز وجل أخيراً المستهدف بالدرجة الأولى في هذا العلم هو المعلم هذا المعلم ينبغي له أن يقدم هذا العلم على جروعات متباعدة ومتفاوتة للطالب بحيث بإذن الله عز وجل هذا الطالب يتعرف على هذه القواعد مع مر الأيام والشهور يتعرف على هذه القواعد ويستطيع بإذن الله عز وجل أن يطبيقها تطبيقاً صحيحاً أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد ونلتقي على خير شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته